مع الأسف رصدنا يوم أمس تعليقات مسيئة جدا رافقت بث محطات التلفزة المحلية لصلاة إخوتنا وأهلنا المسيحيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أؤكد هنا أن هذه التعليقات غريبة عن مجتمعنا الأردني وهي مرفوضة ومدانة ولا مكان لها في أردن الأخوة والعيش المشترك وهي مجرمة قانونا أيضا لأنها تضمن إهانة للشعور الديني نؤكد أننا سنتعامل بانتهى الجدية والحزم لملاحقة كل من يجنح لخطاب الكراهية والتفرقة والنعرات ويسيء إلى حقوق الأشخاص وحرياتهم الدينية إذن إلى ملفنا الثاني في أخبار الأسبوع كما تطورت أنواع عديدة من الجرائم وجدنا أنفسنا اليوم أمام أطياف جديدة من الجرائم الإلكترونية فمن خطاب الكراهية إلى الإساءة الشخصية والذم والقطح إلى الاحتيال الإلكتروني تنوعت أشكال الانتهاكات الرقمية وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت خلال الأيام الماضية مع حالات عديدة لأشخاص أساءوا استخدام التكنولوجيا وطوعوها في غيات تسيء للأشخاص وللمجتمع بمكوناته كافة حديث أكثر مشاهدين حول هذا الملف ورحب بضيفي هنا في الاستوديو رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي المقدم رائد الرواجدي رائد بيك يعطيك ألف عافية أسهل الخير أحمد غارق الله أعطيك ألف عافية الله أعطيك ألف عافية خلال الأيام الماضية تعاملتم مع عدد من الحالات هناك من يحاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثارة النعارات الدينية والإساءة الأخلاقية إلغير ذلك بالتالي كيف تعاملتم حتى هذه اللحظة مع هذه الأشكال المتعددة من هذه الحالات أخي طارق مسأل خير مرة أخرى وإسان مكافحة الجرائم الإلكترونية هذه الوحدة المتخصصة في إدارة البحث الجنائي تابع لمندريت الأمن العام زي ما تفضلت دور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية متابعة كل ما من شأنه التعدي على شؤون المواطنين سواء كانت المعنوية أو المادية وأولويات مدريت الأمن العام دائماً له منع الجريمة قبل وقوحها بإعاز مباشر من عطوفة اللواء الركن حسين الحواتمة كان هناك بعض الأشخاص اللي يثيرون الهلاع والخوف ويسيئوا بعض الإساءات من خلال الفيديوهات اللي يطلعوا فيها عبر تطبيقات عديدة منتشر في مملكتنا وكان أحد الأشخاص أول شخص تم ضبطه تم متابعته كونه قام بالتحريض على التحرش واغتصاب للفتيات مما أثار الهلاع والتعدي على شؤون المرأة وعلى شؤون مواطننا فكان لابد من تدخل مدريت الأمن العام ومن تدخل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لضبط هذا الشخص وتقديمه للعدالة في هذه الحالة ضبطه شخص واحد ولا سمعنا فيه شخص آخر أيضا؟ الشخص الثاني كان باليوم التالي تم ضبط شخص آخر كان يقوم بنفس الشيء من خلال بث فيديو أيضا يقوم بالتلفظ بألفاظ نابية لأن أي شأن التعدي على مواطننا نحن له بالمرساد ممتاز وأيضا من يثيرون النعرات الدينية والطائفية أستاذي رائد بيك هل تعاملتم مع بعض هذه الحالات خلال الفترة الماضية أيضا؟ أخوي طارق سيدنا الله يطول عمره بجوز من أول رؤسة دول العالم التي تحدث عن موضوع خطاب الكراهية وإثارة الفتن والنعرات ونحن من خلال خطاب سيدنا تم عمل نبراس لوحدة مكافحة الجرام الإلكتروني في إدارة البحثة الجنائي في مدرية الأمن العام فموضوع خطاب الكراهية نحن نركز عليه من زمان ونقوم بمتابعة أي شخص بيقوم بإثارة النعرات تلفظ بألفاظ من شأنها إثارة النعرات الدينية الطائفية على مستوى الكلام اللي بيكون في مباريات كرة القدم نحن سبق وقمنا بتوديع أشخاص والآن مدرية الأمن العام بيعاز من عطوفة الباشا أيضاً كمان في بعض الأشخاص اللي أثاروا النعرات الدينية بالتعليقات المسيئة بالأون الأخيرة سيتم متابعتهم تقديمهم للعدالة رأيت بيك أنا بلاحظ أنه من النساء لمرحلة يشعر فيها الشخص أنه كما يتلفظ في الشارع أنت يجب أن تتحمل المسؤولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي البعض حتى لو رأك بوجهك ممكن ما يغلط عليك لكن على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ تجرأ لماذا يتجرأ؟ التجرأ هناك عدة أسباب ممكن أحياناً بعض الأشخاص بيكون عنده دوافع نفسية ممكن داعي الفضول أحياناً بيعتقد أنه إذا قام بيسبو الشتم أو إثارة النعرات من خلال الشاشات أو من خلال حسابات وهمية أنه لن يستطيع أحد الوصول إليه مع أنه بذلك غلطان الوحدة عندها القدرة أنه تعرف أي شخص حتى هؤلاء الأشخاص اللي بتخبوا وراء الإحسابات الوهمية بتتم متابعتهم معرفتهم هناك طرق علمية وحدة مكافحة الأجراء الملكترونية مزودة بأحدث التقنيات لدينا مختبر رقمي لدينا شباب فنيين مزودين بأحدث التقنيات والتدريبات ومدرية الملعام دائماً بتحاول تطور هذا لأسلوب هؤلاء الشباب حتى يتوصلوا للجناء اللي بيقوموا بمثل لدينا كل إمكانيات تقنية الحمد لله رب العالمين طيب ممتاز دكتور أو عفوا رائد بيك إن شاء الله دكتور رائد بيك بدي أخذ معك الآن في موضوع مهم هو موضوع من أيضاً يتحمل المسؤولية القانونية قبل أن نفرض العقوبة العقوبات دجيلك عليها لكن الآن أنا كشخص شفت فيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعي موسيق نعم قمت بوضع لايك أو شيرت هذا الفيديو عمت له مشاركة أو وضعت كومن ماذا يترتب علي سيدي الآن نحن موضوع أنه توضع لايك مش بكل شيء ممكن نتابعك ولكن لما بكون هناك خطاب كراهية بحيث على الإرهاب وعلى العنف وأنت بتقوم بعمل لايك اللي هي بمعنى التحبيدي يعني أنك أنت وافقت على هذا يعني هناك مسائلة قانونية في مسائلة طبعاً على لايك حتى قبل شير ببعض التعليقات وبعض الأخبار أنت لما تكون شائعة نازلة على السوشال ميديا وأنت عارف أنها إشاعة ومشأنها أنها تأثر على مواطننا وتثير للهلع وأنت بتتداولها إعادة نشرها أيضاً تحسب عليه فموضوع للشباب يعني أو المجتمع يجب عليه أن يفكر قبل نشر أو حتى أنه مجرد أنك تعمل عليه لايك تفكر بهذا الخبر بهذا البوست أنه صحيح مش صحيح هاي يعني شيء مهم جداً لأنه بقانون جرائم الإلكترونية هناك ملاحقة حتى على التشير لأنه سواء نزلت الخبر أو شاركته أنت ساهمت في نشره للمجتمع أنت الآن حطيته على جوز جوز لجوز فيه عليه ألف ألفين شخص ثلاثة ألف خمسة ألف شخص أنت نشرت أيضاً حتى على الواتساب نعم هناك بعض القضايا جوز ممكن فيسبوك أسهل لتتبق بعض القضايا التي تابعتها مدرية الأمن العام من خلال حتى نحاول نردع من يحاول الإساءة الدينية أو حتى الأخلاقية أو حتى الوطنية غير ذلك اليوم ما العقوبات؟ للشخص الذي يضع بداية الفيديو أكيد العقوبة لمن وضع لايك أو شير ممكن يكون أخف وضعنا هذه النقاط العقوبات الآن فيها لدينا قانون العقوبات الأردني لدينا قانون الاتصالات لدينا قانون جرائم الإلكترونية وكل مادة تحاسب حسب الفعل اللي أنت قمت في ارتكابه يعني هناك مثلا موضوع سبو الشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قانون جرائم الإلكتروني المادة 11 هناك قانون العقوبات مثل الشباب هذول الاتنين تم ضبطهم تم توجيه لهم القيام بفعل منافل الحياة العام والتلفظ بألفاظ نابية من قانون العقوبات أيضا الأشخاص اللي بيعملوا تسجيلات صوتية وبيثيروا الهلع والخوف من خلال قانون الاتصالات مادة 75 يعني هناك كل العقوبات موضحة بالقانون موضحة بالتفصيل حتى إثارة النعرات فيه هناك عقوبة الإطلاق الشائعات فيه عقوبة السب والشتم الاحتيال المالي الاستغلال الجنسي للأطفال للبالغين هناك كل شيء مفصل بالقانون سواء بقانون العقوبات الشامل أو من خلال القوانين الخاصة مثل قانون جرام الإلكترونية أو قانون الاتصالات والعقوبة قد تصل للسجن لسنوات طويلة نعم هناك بعض يعني ممكن أنت تستغرب أن بعض الأشخاص اللي قاموا بها فعال ممكن أن قضيته يعتبرها جريمة إلكترونية ولكن عندما تحول للقضاء يحول إلى محكمة الجنيات الكبرى خاصة في موضوع الصغر أو الاستغلال الجنسي أو أنه بعض التطاول على الصور الخاصة لبعض الأشخاص يعني هذا يسأل لكل ما يعتبرش أنه موضوع المواقع التواصل الاجتماعي أمر سهل بالعكس قد يؤدي إلى جنيات كبرى جنيات كبرى وقد تصل للشغال الشاقة يعني بدأ يكون هناك أفساد رابطة زوجية هناك أحيانا تعويض بالحق الشخصي ممكن يكون فيه مطالبات مالية وتعويض أيضا يعني انتبه للإنسان زمان كان يحكوا الحكي ما عليه جمرك لا الآن فيه عليه عقوبة وفيه عليه تجريم يجب أنه كيف نتعامل بحياتنا الواقعية نتعامل عن مواقع السوشال ميديا هاي يكون لنا يعني نبراس أنه إحنا زي ما أنت بتحب الناس أنه تعاملك بلطف وأنه تكون محترم أنت وكون فيه هناك انتقاد بالنا ما نفتعد عن تغتيال الشخصية عن خطاب الكراهية عن إثارة النعرات يعني هذا يكون حياتنا وهذا يكون أخلاقنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي طب رائد بيك احنا شفنا عم تتعامل مع الأشخاص المسئين ومن يشاركون بهذه الإساءة ممكن تصلوا لمرحلة حجب بعض المواقع الشهيرة في بعض الأشخاص طالبوا في حجب نعم مثلا الآن إحنا موضوع الحجب هناك هيئة مستقلة اللي هي تنظيم قطع الاتصالات تابعة لوزارة الاتصالات ولكن هناك بعض التطبيقات إذا شاهدنا أو الأعلعاب الإلكترونية بجوز شاهدت قبل فترة حجب راحبة الببجي لأنه كان هناك يعني داعي لحجب لأن أطفالنا وشبابنا بدأوا ينخرطوا فيها وصار فيه هناك سلوك ومسلك عنف باتخاذ هذه الألعاب فكان لابد من حجب هذه الألعاب الحجب هذا بده يعني دراسة وبده قرارات مجتمعة من سواء من هيئة تنظيم قطع الاتصالات أو من الوحدات المختصة في مدرية الأمن العام والمجتمع المحلي تبرأد بك سؤال سريع بثواني القاصر والبالغ الذي تحدث على الفيسبوك أو يعني يعلق تدعملون معه سواسية أم كل شخص بحسب أمره سيدي الأحداث اللي هم أقل من 18 هناك إدارة عندنا في مدرية الأمن العام إدارة شرطة الأحداث وهناك قانون اللي هم قانون الأحداث ومدة عام مختص البالغين طبعا بروها عن المدة العام العادي ولكن الأحداث اللي هم مدة عام مختص في ذلك نعم رئيس وحدة مكافحة الجرامة الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي المقدم رائد رواجدي شكرا جزيلا لك رائد بيك أعطيك الله عافية شكرا جزيلا لك حياكم الله على يسي